بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصفة الخامس درسنا اليوم من وحدة العناية بالأسنان الوحدة السابع عشر درسنا عن طبيب الأسنان الوارد في الكتاب صفحة ستة وثمانية تساعد الأسنان على النطق والكلام بشكلها السليم فالكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في أسنانهم يعانون أيضا من مشاكل في نطق بعض الحروف أو التأتأ في الكلام أو عدم القدرة على إخراج هذا الحرف بشكله الطبيعي والصحيح فلهذا تعتبر الأسنان أنها وسيلة مهمة لمساعدة اللسان في النطق السليم الصحيح فهي جزء من جهاز النطق السليم في الجسم فيوجد الكثير من الحروف التي تعتمد في نطقها على الأسنان مثل حرف الساء والدال وغيرها فمثلا لو لفظنا حرف الساء نرى أن الأسنان هي التي تمنع الهواء من الخروج ومساعدة اللسان نطبق الأسنان على طرف اللسان ليخرج هذا الحرف بشكله الصحيح فنقول إث إد إد والفاصلة وقراءة الأسئلة أو الاستفهام الوارد بشكله الصحيح فنبدأ طبيب الأسنان روى أحد الرحالة على شاطئ مشمس يستلقي تمساح في استرخاء تام وقد فتح فمه الواسع فتحة هائلة لم نكن ندري معناها ولا مغزاها وبينما نحن نرقب الأمور بحذر بالغ انطلق من فمه طائر صغير كالسهم يملأ الدنيا سياحا مثيرا واندفع التمساح إلى الماء دفاعا سريعا فلم نعد نرى الطائر ولا التمساح ترى ما العلاقة القائمة بين تمساح مفترس وطائر وديع يسكن داخل فمه المفتوح إن طائرنا هذا هو طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح أو إذا لم تعجبك هذه الملاحظة فلتعده فرشاة الأسنان التي تزيل ما علق بأسنان التمساح من بقايا الطعام وطبيعي أن الزبون مهما يكون متوحشا فلا يستطع أن يخون طبيبه الصغير ولا أن يمزح معه مزاحا ثقيلا فيبتلعه مثلا بعد انتهاء المهمة أو يخنقه إذا لم يعجبه علاجه فلا شيء من هذا يحدث في عالم التماسيح والعصافير إذن هناك اتفاق مشترك لتبادل المنفعة يستنقي التمساح لتنظيف أسنانه ويحصل الطائر على ما علق بها من طعام وزيادة في رد الجميل وحسن الاستقبال فقد أخذ الطائر على نفسعيه عهدا إذا رأى شرا يحيق بالتمساح أنذره بصيحة معروفة بينهما ولقد رآنا الطائر الصغير من الداخل فحسبنا شرا دائما فطار هذا في هواء وغاص ذلك في المع سنبدأ الآن بقراءة الدرس قراءة تفسيرية مع توضيح الفكرة الرئيسية لكل فقرة والمعاني الواردة روى أحد الرحالة أي حكى أو قال أحد الرحالة الرحالة كثير التنقل أو الشخص الذي يذهب إلى رحل بشكل دائم وبشكل متكرر على شاطئ مشمس يستلقي تمساح في استرخاء تام إذن يقول أحد الرحالة بأنه في يوم من الأيام هناك في أحد رحلاته رأى على شاطئ مشمس تمساح في استرخاء تام أي راحة كاملة قد فتح فمه الواسع فتحة هائلة فتح هذا التمساح فمه الكبير فتحة كبيرة لم نكن ندري معناها ولا مغزاها أي يقول هذا الرحالة هذا الرحالة بأنه في يوم من الأيام أثناء القيام برحلته المعتادة رأى هناك تمساح في راحة كاملة على شاطئ مشمس فتح فمه الواسع فجأة فتحة كبيرة لم نعلم هدفه أو قصده من هذه الفتحة التي قام بها مغزاها أي هدفها أو القصد منها وبينما نحن نرقب الأمور بحذر بالغ نحن تعود على الرحالة ومن معه أي أنه كان هناك شخص الشخص هذا هو الرحالة وأشخاص أخرين معه وبينما نحن نرقب الأمور بحذر بالغ أي بينما كان هذا الرحالة ومن معه يراقبون ما يحدث بحذر شديد انطلق من فمه التنساح طائر صغير كالسهم انطلق من فمه أي خرج بسرعة الهاء تعود على من؟ تعود على التنساح أي من فم التنساح انطلق من فم التنساح طائر صغير كالسهم يملأ الدنيا صياحا مثيرا أي خرج من فم هذا التنساح الكبير عصفور أو طائر صغير كأنه سهم كالسهم هنا يوجد صورة فنية شبه الطائر بالسهم ما وجه الشبه ما بين الطائر والسهم؟ كلاهما سريع يملأ الدنيا صياحا مثيرا صياحا مثيرا أي صوتا غريبا يثير الاستفسار ويثير الاستفهام لماذا هذا الصوت يخرج من هذا العصفور السريع واندفع التنساح إلى الماء بفاعا سريعا فلم نعد نرى الطائر ولا التنساح اندفع أي ذهب بسرعة ذهب هذا التنساح بعدما أصدر على العصفور الصوت الغريب أو الصوت المثير ذهب إلى الماء بشكل سريع وطار الطائر أيضا بشكل سريع إذن الفكرة الرئيسية التي تتحدث عنها الفقرة الأولى هي وصف المشهد بين العصفور والتمساح حيث أنه رأى أحد الرحالة ومن معه على شاطئ مشمس تمساح يستلقي في راحة كاملة فتح فجأة هذا التنساح فمه الكبير فتحة كبيرة لم نعرف معناها ولا الهدف منها ولا قصدها وبينما كان هؤلاء الرحالة يراقبون الأمور بحذر بالغ خرج من فم التنساح طائر صغير كأنه السهم أي أنه سريع ملأ الدنيا بصوت مثير وذهب بسرعة هذا التنساح بعدها إلى الماء فلم نعد نرى لا الطائر ولا التنساح الفقرة التي تتحدث عنها الفقرة الثانية هي سنقرأ الفقرة أولا ومن ثم نقول الفقرة ترى ما العلاقة القائمة بين تمساح مسترس وطائر وديع يسكن داخل فمه المفتوح تبدأ الفقرة الثانية من عند ترى هذه هي الفقرة الثانية ما العلاقة القائمة هنا يتساءل الشخص ما هي العلاقة الموجودة أو الواقعة ما بين هذا التنساح المفترس وهذا الطائر الوديع مفترس أي أنه يعتمد في غذائه على اللحوم فقد يتناول إنسان أو قد يتناول حيوان غزال عصفور وغيره وطائر وديع أي طائر هادئ يسكن داخل فم التنساح أي ما العلاقة أو ما هو الرابط الذي جعل هذا العصفور يخرج من فم هذا التنساح الكبير المفتوح الفقرة الثانية تتحدث عن طبيعة العلاقة ما بين الطائر والتمساح تسار الآن ما هي هذه العلاقة الموجودة ما بين هذا الطائر والتمساح إن طائرنا هذا هو طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح إذن ما العلاقة التي تربط الطائر والتمساح مع بعضهما البعض أي أن هذا الطائر هو طبيب الأسنان للتمساح كيف ذلك؟ لنرى أو إذا لم تعجبك هذه الملاحظة فلتعده فرشات الأسنان التي تزيل ما علق بأسنان التنساح من بقايا الطعام إذن العلاقة أن هذا الطائر هو طبيب الأسنان الذي يساعد التنساح في التخلص من بقايا الطعام العالقة بأسنانه فلتعده فرشات الأسنان أي فلتعتبره تعد من على من تعود الهاء هنا؟ فلتعد العصفور فرشات الأسنان إذن الهاء هنا تعود على العصفور أو الطائر فلتعتبر هذا الطائر بأنه فرشات أسنان تزيل ما علق بأسنان التنساح من بقايا الطعام هنا انتهت الفقرة الثانية سنبدأ الآن بالفقرة الثالثة التي تتحدث عن العلاقة الموجودة ما بين الطائر والتمساح التي تخلو من الخيانة كيف ذلك؟ لنرى وطبيعي أن الزبون من الزبون؟ يقصد بالزبون هنا هو التنساح مهما يكون متوحشا إذن هناك شروط للعلاقة التي ما بين التنساح والطائر أن الطائر هو طبيب الأسنان وفرشات الأسنان لهذا التنساح ولكن هناك شروط في هذه العلاقة ما بين الطائر والتمساح اللي هو تبادل المنفعة فمهما كان هذا الزبون أو هذا التنساح متوحش لا يستطيع أن يخون طبيبه الصغير أولا لن يخون طبيبه الصغير لن ينزح معه مزاحا ثقيلا ولن يبتلعه بعد انتهاء مهمته أو يخنقه إذا لم يعجبه علاجه فهذا شيء لا يحدث في عالم التماسيح والعصافير إذن العلاقة القائمة ما بين الطائر والتمساح تخلو من الخيانة أي لن يتناول هذا التنساح الطائر بعدما ينهي مهمته أو يخنقه إذا لم يعجبه علاجه فهناك اتفاق ما بين الطائر والتمساح بأن يقوم هذا الطائر بماذا؟ أن يقوم هذا الطائر بتناول بقايا الطعام العالقة بأسنان التنساح وهذا التنساح مقابل ذلك لن يتناوله أو يخنقه إذا أنهى مهمته وعالجه نأتي إلى الفقرة الرابعة والأخيرة حيث تتحدث عن الاتفاق المشترك ما بين التنساح والطائر لتبادل المنفعة كيف يحدث ذلك؟ لنرى إذن هناك اتفاق مشترك لتبادل المنفعة تبادل المنفعة أي أن يقوم طرف بعمل شيء للطرف الآخر وكلهما يستفيد يستلقي التنساح لتنظيف أسنانه إذن سنبدأ الآن بمعرفة هذا الاتفاق أولها سيبدأ التنساح بالاستلقاء لنظف له أسنانه الطائر خلال ذلك سيحصل الطائر على ما علق بها من طعام إذن يقوم الطائر بتنظيف أسنان التنساح وفي نفس الوقت يتناول ما علق على أنه طعام له وزيادة في رد الجميل وحسن الاستقبال أي هذا العصفور ليرد الجميل لهذا التنساح ليرد المعروف الذي قدمه له وهو أن قدم له بقايا هذه الطعام كطعام للطائر فأخذ الطائر على نفس عيه عهدا عهدا أي وعد ما هذا الوعد؟ أنه إذا رأى الطائر أي شر يحيق بالتمساح أي أي شر يصيب التنساح ينذره يحذره كيف يحذره؟ بإخراج صيحة معروفة بينهما وهذا ما تحدثنا عنه في الفقرة الأولى عندما خرج هذا الطائر من فم التنساح بسرعة يملأ الدنيا صياحا مثيرا إذن هذا الصياح كان اللغة المشتركة ما بينه التنساح والعصفور ليتفقوا فيما بينهم على ماذا؟ لنرى لماذا؟ أنه إذا رأى الطائر الصغير شر يحيق التنساح أو يصيب التنساح يخرج هذا الصوت أو هذه الصيحة هذا هو الاتفاق ما بينهم أنه إذا رأى أو شعر بأن هناك شر أو شيء سيصيب التنساح سيصدر هذا الصوت وهذه الصيحة لتنذير وتحذير التنساح ولقد رأانا الطائر الصغير من الداخل فحسبنا شرا داهما أي عندما رأى هذا الطائر الرحالة ومن معه ظن بأنهم خطر شر مفاجئ سيصيب التنساح فأصدر هذا الصوت وعندما أصدر هذا الصوت فتح التنساح فمه فتحة هائلة وخرج الطائر من فمه كالسهم بشكل سريع وغاص التنساح في الماء أي دخل في الماء ذاك تعود على التنساح هاكا نقول قد أنهينا قراءة التفسيرية للدرس